المفاوضية الأوروبية تنتقد نزاهة أجهزة القضاء في النمسا خلاف مالي يقف وراء مقتل شاب كردية ومحاولة انتحار الزوج في فيينا دراسة تؤكد أن النمسا تواجه أعباء ضريبية هي الأعلى في أوروبا النمسا تفكك شبكات للمافيا في مدينة فيلاخ وأوبيبي تشتري 14 قطاراً من سويسرا بيسير بسرعة 200 كم في الساعة من النمسا ميديا أحييكم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم وفي خبرنا الأول رفضت وزيرة السؤون الأوروبية النمساوية كارولين إتش تادلر رفضت فتح تحقيق ضد خفر السواحل اليوناني وذلك بعد غرق أكثر من 500 مهاجر في البحر قبل أسابيع وأشارت إتش تادلر إلى أن المهربين هم المسؤولون عن هذه الحوادث وعبرت عن ثقتها في التحقيقات اليونانية وفي نفس الوقت نفت وقوع عمليات إبعاد قصري على الحدود الألمانية النمساوية وأكدت أنه بعد الاتفاق بين وزراء الداخلية الأوروبيين سيتم احتساب الأعباء السابقة في قضية اللجوء مؤكدة استعداد النمسا لاستقبال المهاجرين الجدد أو دفع تعويضات وفقا للاتفاق أشار تقرير للمفوضية الأوروبية إلى مخاوفة بشأن سلامة القضاء في النمسا بسبب عدم تحقيق تقدم كبير في إنشاء نيابة عامة مستقلة وتطوير قانون حرية المعلومات وأضح التقرير أن القلق بسبب عدم مشاركة القضاء في تعيين رؤساء المحاكم الإدارية وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات سياسية بناء على تقرير الخبراء إضافة إلى أن هناك تحديات في أمان الصحفيين وضرورة تحقيق تقدم في قانون حرية المعلومات وبينا أن هناك جهود لمكافحة الفساد وتمويل الأحزاب ولكن لم تحقق تقدما كبيرا في كشف أصول ومصالح أعضاء البرلمان حصلت إنفوغرات على معلومات حصرية من عائلة الشابة الكردية التي قتلت طعنا على يد زوجها الذي حاول الانتحار الاثنين الماضي وكشفت إنفوغرات أن الجريمة وقعت بسبب خلافات مالية بين الزوجين وأن الزوج وصل إلى النمسا قبل شهرين فقط وحسب المعلومات تبين أن أطفال المغدورة يعيشون الآن مع جدهم وجدتهم وفي آخر كلمات للمغدورة مع والدتها عبر الهاتف بأن زوجي معه سكين ويريد أن يقتلني وخلال لحظات وصل الأهل ليجدوا ابنتهم ملقى والسكين في بطنها والزوج مرمي أمام المنزل والدماء تسيل منه توصلت دراسة مركز البحوث الاقتصادية أجندات النمسا إلى أن البلاد تعاني من أعباء ضريبية عالية مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى وأشارت إلى أن الضرائب في النمسا أعلى من فرنسا والدنمارك وبالشيكا ونصح المركز بالتركيز على تخفيض الضرائب المتعلقة بالعمل وقدمت الدراسة أمثلة توضح حجم الأعباء الضريبية بشأن العمل والشراء والعطلات ونصحت باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء الضريبي مثل تقليل نفقات الدولة وزيادة سن التقاعد وتقليص دعم الحكومة نفذت المخابرات النمساوية عملية واسعة في كيرتن ضد مافية تجارة المخدرات وغسيل الأموال والدعارة وتم تنفيذ 15 عملية تفتيش واعتقال 9 أشخاص وتم ضبط 750 جراما من الكوكاين و57 ألف يورو نقدا وشارك حوالي 200 ضابط في العملية وتم تفتيش شقاق سكانية ومطاعم ومرأب يستخدموا لسفقات المخدرات وأندية للساون وتعتبر هذه العملية هي الأكبر التي تشهدها كيرتن على الإطلاق على التقاعد والمقادات المخدرات تسليل للمقاعدة تسليل في عملنا هذا تسليل لذلك حدثنا خاطئي لأسيارات مافية واندية أعلنت شركة السكك الحديدية النمساوية أو بي بي عن خطط لشراء قطارات ريل جيت ذات الطوابق المزدوجة ابتداء من عام 2026 وتشمل الخطط طلب 14 قطارا من شركة شتادلر السويسرية للنقل لمسافات بعيدة وسوف تستخدم القطارات في البداية على المسار الغربي ثم على المسار الجنوبي بعد الانتهاء من نفق سيمارينغ فيزيز تونيل وتتسع القطارات لـ 480 مقعدا وتتيح مساحة إضافية بنسبة 20% وتسير بسرعة 200 كم بالساعة وتشتمل الصفق أيضا شراء 21 قطارا ذو طابقين للنقل المحلي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لا تنسوا تتحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفا أشكركم لحسن المتابعة ألقاكم في نشرات اللاحقة إلى اللقاء